بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد أشرف مولود وأكرم محمود وخير ما في الوجود وعلى آله وصحبه ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين من جديد نلتقي تلامدة الكرام على المحبة والاحترام والتقدير لتصحيح ما كلفتكم به سابقاً والمتعلق بنص المطالع والاستثمار وهو بعنوان علامة محبته صلى الله عليه وسلم إذن أكيد أنكم اطلعتم على ما جاء في النص لذلك سنحاول قدر الإمكاني أن نجيب على ما طلب منا أول ما طلب منا في التحليل والمناقشة هو أن نذكر بعد آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقاً أو المشاري إليها في النص إذن بعض آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أولها الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله تعلمون بأن السنة النبوية الشريفة هي كل أقوال وأفعال وتقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيها الامتثال لأوامره والجناب نواهيه إذن كل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم نمتثل له وكل ما نهانا عنه نحاول قدر الإمكاني تجنبه ثالثها التأذب بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم رابعها أن يؤثره العبد عن كل شيء ويفضله ويؤثر موافقته أي اتباعه لكي يكون حبه صادقاً بعض مظاهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته التي يمكن أن يؤديها المسلم اليوم إذن بعض مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته التي يمكن أن يؤديها المسلم اليوم إذن نذكر بعد مضاير محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عديدة نذكر بعض منها وأولها طاعته طاعته من؟ طاعته الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالقيام بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن كل ما نهى عنه في القول بمعنى في كل تصرفات في القول والفعل والعمل والاعتقاد هذه الطاعة دعا إليها الله عز وجل في كتابه العزيز جئنا بدليل شرعي من القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الآيات 32 سورة آل عمران ثم الاهتداء بهدي هدي من؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على القيام بسنته والاقتداء به مصداقا لقول الله تعالى هناك آية قرآنية ويبدأ الآية 21 السورة الأعزاب التي يقول في الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم الكسب الحلال في كل أمر الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يكسبه المال بالحلال ويدعو المسلمين ويدعو العبادة إلى كسب هذا المال بالحلال ويدعم إلى السير في طريق الحلال في أمور الحياة كلها ثم الإحسان إلى الفقراء ومساعدتهم التمسك بمن ورد عنه تمسكاً قوياً بمن ورد عن من؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إثار محبة وتفضيل محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والأهل والمال تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها نحاول أن نعظم هذه السنة هي حظيمة جداً ونحاول أن نبقي على هذه العظمة وأن ندافع عنها ونحميها من مالا من التحريف ومن إبعاد سبهات عنها والمغالطات الكثيرة خصوصاً في عصرنا هذا ثم إظهار صورة جيدة نحاول مدون مسلمين نحاول قدر إمكان أن نظهر صورة جيدة للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصورة الحسنة والجيدة للإسلام بشكل معام محبة أصحابه أصحاب من؟ أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته فالصحابة الكرام كرمهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم بماذا؟ لأنهم جاوروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا بصحبته عليه أفضل الصلاوات والسليم وقد قاموا بالعديد والعديد من التضحيات في سبيل نصرة الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان حقاً على المثل وعلينا جميعاً حبهم وتعظيمهم والرفع من شأنهم بعض جهود إمارة المؤمنين في المغرب لخدمة السيرة النبوية إذن تعرفنا على هذا الأمر خصاً في درس خاص بإمارة المؤمنين ولا بأس بأن نذكر بمحور نهم المحاور إذن إمارة المؤمنين أحد الأركان التي تقوم عليها بتوابط الأمة المغربية فهي عملت عبر التاريخ على حفظه ماذا؟ أمن البلد واستقراره ووحداته الدينية وتطبيق الشريعة الإسلامية حيث تحرص إذن هي الآن وكانت ولا زالت تحرص على حسن تدبير الشأن الديني عن طريق رعاية نحطي بعد الأمثلة رعاية كل منتقيات التي من شأنها حياء سن النبوي الشريفة وحمايتها وحفظها من التحيف كما قلنا سابقاً والضياع والمساس بها وبقدسيتها حيث تسعى من؟ إمارة المؤمنين تسعى إلى جعلها دائما التوهج دائما التوهج ماذا؟ سير النبوية كما تحرص على تكوين الأئمة وكذلك توحيد المرجعية الدينية توحيد المرجعية الدينية لماذا؟ وكما درسنا في درسنا السابق أننا هذه الإمارة تحاول قدر الإمكاني وبكل ما أوتيت من قوة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في بلادنا بطبيعة المغرب وتوحيد مرجعية الدينية التي تراعي خصوصية الزمان والمكان ففي بلادنا المغرب مثلاً تقوم ملوية الإسلامية المغربية على أسس تابتة منذ القديم وتتمثل في العقيدة الأشعارية والمذهب المالكي وتصوف السني تحت رعاية إمارة المؤمنين سداً لذريعة التقويل على دين الله بغير حق وعدم التفرق والنزاع فيه نعم قيمة تسكية نفس من الغش والتعايش مع الآخرين يعتبر الغش من المعاصي التي حرمها ديننا الإسلامي الحنيف وهذا التحريم يظهر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والغش أنواع هناك أنواع كثيرة سنتكرو بعضها الغش في البيع والمعاملات الغش في النصيحة الغش في الاختبارات الغش في الوفاء بالعقود الغش في العمل وهكذا دولي والرسول صلى الله عليه وسلم كان واعياً كل الوعي بقبح هذه الصفة الغش حيث أوصى من؟ أوصى أنس بأن يجعل قلبه حسب ما جاء في النص عود إلى النص أوصاه بأن يجعل قلبه خالياً منها ماذا؟ من صفة الغش القبيعة ففي ذلك أحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك وكذلك تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من هذه الصفة الزميمة والجنوح بها جنوح بمعنى الميل نحو صفات تكمل وتكمل ماذا؟ النفس وتجملها تجعلها جميلة حسنة نظرة فالعبد إن زكى نفسه وجنبها الصفة قبيعة ساعد نفسه وكذلك ساعد الآخرين معه على العيش في مجتمع المتعيش بعيداً عن الصراعات والتطاحنات وهكذا وهذا ما دعا إليه سيد البشري الرسول صلى الله عليه وسلم دائماً والقرآن كذلك كان داعياً دائماً إلى تزكية النفس ومحاسبتها والدلير على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الحشر الآية 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغذ بمعنى أن النفس لا بد أن تكون ميلة إلى الصفات الحامدة حتى تقي نفسها عذاب جهنم والعياد بالله وكذلك هناك قول بالله عز وجل في سورة الشمس في الآيات سبعة إلى عشرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها حجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وبهذا نكون قد أعطينا مجموعة من الأدلة التي تؤكد بأن الرسول صلى الله وسلم والقرآن يعني حاول قدرت إن كان أن يبعد المسلم العبد الحقيقي من هذه الصفة الخبيثة جدا و دعاه إلى العيش في مجمع مسالم متعيش نكمل كما دعا إلى إرساء السلم متعيش نصداقا لقول الله كما قلنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال كذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير الآية 13 سورة حجرة والآية الأولى هي الآية من سورة البقرة وبهذا تلاميذ الأعزاء نكون قد أنهينا تصحيح أو هذه الحصة الخاصة بتصحيح وهذه الحصة التي لا نبتغي منها إلا الأجر من رب العالمين عليه توكننا وإليه أنا ابنى وبه عز وجل التوفيق والحمد لله رب العالمين وأرجو من الله مرة أخرى أن تكونوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر